هاي سألك كمان على القصة اللي حصلت في الأيام الأخيرة في إدارة التعاقدات في النادي والتغيرات اللي حصلت فيها الكلام كله كان على إن أمير توفيق هقاعد ولا مكمل هيروح شركة الكورة طب إدارة التعاقدات بقيت تابعة لشركة الكورة والتابعة للنادي هي لازالت كما هي إدارة التعاقدات تابعة للتنين إدارياً وتنفيذياً هي تابعة لشركة الكورة فنياً هي لازالت تابعة للجنة التخطيط وقال كابتن محمود الخطيب رأساً والمدير الفني طبعا بالتبعية اي مدير الفني اي ان كان اسمه كولر دلوقتي في توقيت الحالية اللي حصل انه تم ترشيح من احد اعضاء مجلس الادارة الكابتن حسن غالي رشح مروان النايب انه يكون موجود كمديرا للجنة التعاقدات كان فيه فكرتين الفكرة الاولانية انه يفضل الوضع كما هو امير توفيقي يبقى مدير تنفيذي لشركة الكورة ومدينة للتعاقدات ويبقى مروان موجود معاه كمساعد لمدير التعاقدات وخدت القصة دي ومن ثلاثة كده لما تصربت نهو الامر بقى مروان النايب هو مدير التعاقدات بر الموضوع تماما امير توفيقي امير توفيقي بقى مدير تنفيذي مشرف على الكل يعني هيراركي كده اداريا هو مدير مروان النايب اداريا مش في الملف نفسه مش في الملف نفسه نفس الشكل اللي كان ما بين الكابتن المهانس عدد القيعي وامير توفيقي هو موجود في الصورة لكن في النهاية هو مريش علاقة بالملف ومش هو اللي بيشتغل على الملف بإيده نفس الموضوع اللي دلوقتي في الصورة اللي هيشتغل على الملفات دي هو مروان نايب مش أمير توفيق أمير توفيق فقط بقى راجل إداري مدير تمفيزي شركة كرة القدم بالنادي الأهلي وحسمها الأمر تماما بعد ترشيح حسام غالي وحسام غالي شايف أنه ترشيح بالنسبة له قوي وشايف أنه بيقدر يشتغل فيه البوزيشن ده رغم رغم أنه بالموضوع أخذ فترة موضوع مش النهاردة الموضوع أقلوه أكثر من شهر ونص كان بيناقش داخل نادي الأهلي أنا بقول لك يا دل مرغم من الناس المؤهلة جدا صديق عزيز ومن الناس الشطرة جدا جدا أنا أتصور وأتوقع عليه النجاح إن شاء الله فيه أعلى الله إن شاء الله ومن الاختيارات الجيدة جدا يعني هو راجل مؤهل جدا لهذا المنصب يعني اشتغل فني شوية اشتغل في سراميكا كمدارب فترة صغيرة اشتغل في لجنة التسويق في سراميكا كريو باترا وصدقته بكابتن حسام غالي جات عن طريق كابتن محمد فضل في الوقت اللي اشتغل فيه مشرف على أحد اللجان فيه بطولة أمم أفريقيا اللي أقيمت في مصر في 2019 ومن ثم تلقى يتعرف عليه كابتن حسام غالي وعشان كده رشحه لشركة الكرة في النادي الأهلي